لماذا الدعوة بعدم التظاهر بعدم السمح للمواطنين السعوديين بأن يخرجوا بتظاهرات فيما يتعلق بموضوع القدس نحن البلد الوحيد في العالم الذي يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه المظاهرات والغوغية محرمة شرعاً ولذلك نحن نلتزم طاعة ولي الأمر هي باعة طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله ولذلك هذا دستورنا في البلاد ولا نحيد عنه والله يعطي صعب والله والله أسمعني فما سكتشيت تقع بالنوع هذا والله يريد يقع باقتطافات كما هيك ويتحطوا في اللي ذعاته في الوحيد ترحل تحكي على شرع ربي يا منافق تحكي على شرع ربي في دولة رافع شعار الإسلام ولا تحترمه أبسط أبسط قيوده أبسط شروطه الإنسانية الإسلام نزل للعالمين للناس كل نزل للواه باش يطور هالحياة هذية من حياة سلبية إلى حياة إيجابية أنتم ترسخون السلبية عند المواطن شنه يطاعت أولي الأمر منكم في هذا هي طاعت أولي الأمر منكم أولي الأمر منكم يشتح لي مناها كل نهار يطعب فكرة ومئة وثمانين درجة بين الفكرة والفكرة نقعد نتبع فيه هنا شبينة رعية معناها الشيئة نتبعه فيكم لا يا بابا الإنسان كائن متكامل بين الروح والعقل والباكجراوند متاعه منين جاي جاي من الأنا الأعلى اللي هو متكون من كل ما يتعلمه البشر في حياته يزيوا يزيوا فيقوا على أرواحكم أنت يقول يا أخي نصور في طرف فلوس وموري مريقلة ونحب تبقى هالتسلط هدايا وهالعنف المعنوي اللي مسلط على المواطنين التوانسة والزيرية والمغاربة والمصارة والسعوديين والكويتين بكلنا شعوب مقهورة من الأنظمة نتعنا تحليل زاد الأربعمائة مليون دولار اللي جاء وهزوهم هذيك حلال محلل اللي هي قيمة تلاثين سنة حج المفروض مع ولي الأمر اللي أمرهم باش ما يتظاهروش على القدس اللي هي المفروض تكون السعودية هي القدوة منا من ناحية الدين اللي قالوا نشوفوا فيه هو العكس لكن حق وحلل زادة زيارة بتاع ترامب وقلي الأمر بتاعه وقال وهذيك حلال محلل زادة أربعمائة مليون دولار اللي هي قيمة تلاثين سنة حج يا لطيف فتاوي هذيه بالحق قعد تسيء معناته اللي الدين بتاعنا للأسف أنه يحكي على ولي الأمر وفهم شروط بشي تسمى ولي الأمر حاب نسل للسيدة ذيه هل ولي الأمر اللي يحكي عليها عنده شروط الكافية المتوفرة وإلى لا